هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وعلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وقفنا عند باب الوليمة قال رحمة الله عليه باب الوليمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشات متفق عليه واللفظ لمسلم تحت هذا الحديث جملة من المسائل والأحكام والفوائد أولا بالنسبة للوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع والوليمة تطلق على طعام العرس خاصة تطلق على طعام العرس خاصة هذا من حيث الأصل وطبعا بالنسبة للدعوات كل دعوة لها اسم والفقه رحمهم الله تعالى توسعوا في هذا الباب ذكروا يعني الدعوات هذه وكل دعوة لها اسم والمقصود بأن الوليمة هنا دعوة العرس خاصة دعوة العرس خاصة هذه الوليمة أولم ولو بشات يعني أطعم بمناسبة هذا الزواج هذا المعنى أولم ولو بشات يعني بمناسبة هذا الزواج أو هذا العرس المسألة الثانية بالنسبة لحكم الوليمة جمهور الفقه ذهبوا إلى أنها سنة وهذا قول المذاهب الأربعة على أنها سنة ذهب الظاهرية وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد وهو قول بعض الشافعية إلى أنها واجبة واختار هذا جمع من السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى واستدلوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث حينما قال له أولم ولو بشات فقالوا هذا فعل أمر وأيضا استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على نسائه حينما تزوج بهن وكذلك أمر عليا بأن يولم لما عقد على فاطمة رضي الله عنها والمقصود بأن الوليمة تدور بين السنية وبين الوجوب بين السنية وبين الوجوب وخروجا من الخلاف ينبغي للمتزوج ألا يتساهل في قضية الوليمة يولم ولو بالشيء اليسير يولم ولو بالشيء اليسير المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين ومن السابقين الأولين وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وحينما هاجر إلى المدينة لم يكن معه شيء ولما آخ النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أحد الأنصار وأراد أن يعطيه شيء رفض قال دلني على السوق فدله على السوق فاتجر فأصبح من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أصبح من أغنياء الصحابة رأى النبي عليه الصلاة والسلام أثر صفرة والصفرة هي الزعفران نبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نهى الرجل أن يلبس الثوب المزعفر طيب كيف يوجه هذا الحديث أو هذه الجملة أو هذه اللفظة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه أثر صفرة هناك جملة من الأقوال لأهل العلم منهم من ذهب إلى أن هذا كان قبل النهي ومنهم من ذهب إلى أن هذا لم يكن ثوبا مزعفرا وإنما ثوب فيه زعفران يعني فيه شيء من الصفرة ولم يكن الثوب خالصا مزعفرا والقول الآخر وهو الذي يظهر أنه الأقرب النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه أثر صفرة مما علق به لأن المرأة مرخصا لها أن تلبس الثوب المزعفر أو أن فكأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أثر الزعفران على ثوب عبد الرحمن بن عوف كونه دخل على زوجته فعلق بثوبه شيء من هذا وهذا يجري يعني في أحوال كثيرة يعني كثير من الأزواج قد يعلق بثوبه شيء في ليلة العرس من أثر المكياج مثلا أو شيء من هذا القبيل مثلا يحصل هذا فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه وإنما استفهمه يعني ما هذا قال اللوحة والسلام ما هذا يعني ما هذا الشيء الذي عليك وكأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أو فهم بأن عبد الرحمن لديه أمر جديد فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب على وزن نوات من ذهب طبعا بعض العلمة ذهب إلى أن النواة هي نواة التمر قالوا بأنها نواة التمر وبعض العلمة ذهب إلى أن هذه النواة ليست هي نواة التمر وإنما هو معيار معين كان يوزن به في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضهم واختلفوا في مقداره فمما يروى عن رمام أحمد أنه ثلاث دراهم وشيء وقيل بأنه خمس دراهم وقيل أكثر من ذلك والمقصود بأن عبد الرحمن بن عوف قدم مهرا هو وزن نواة وهذا يشير إلى مسألة المهر التي سبق وأن تكلمنا فيها وتوسعنا في المجلس السابق فيما يخص الصداء قال فبارك الله لك وفيه مشروعية بل استحباب الدعاء للمتزوج أي قال له بارك الله لك وهذه أحد الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للزوج بارك الله لك وفي لفظ آخر بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وسبق أن ذكرنا هذا ولو بارك له بأي لفظة شرعية لا بأس يعني بارك الله لكما الله يبارك لكم مثلا الله يبارك لكما يرزقكم المال والذرية وبعض العلماء أو عفوا بعض العلماء نعم يوسع يقول هي من قبيل العادات يعني لا بأس بالتهنئة بأي لفظة ليس فيها محذور شرعي ومما يقوله الناس مثلا وهذا شيء جميل الله يبارك لكم منك المال ومنها العيال مثلا يعني طيب هذا من باب إدخال السرر عموما التزام اللفظة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جميل بارك الله لك وفي لفظة الأخرى بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير تذكرون سبق أن نبهنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف في هذه المباركة خالف فيها ما كان عليه أهل الجاهلية من قولهم بالرفاه والبنين ليس فيها ذكر التبريك وأيضا يقصدون بها الذكور فقط يعني أن الله يرزق الذكور فقط دون الإناث لأنهم كانوا لا يحبون الإناث فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم قال له أولم ولو بشات أولم ولو بشات ذكرت لكم قبل قليل الخلاف في مسألة الوليمة الخلاف في مسألة الوليمة وأنها تدور بين السنية وبينه وبين الوجوب وخلصنا إلى أن الإنسان لا يترك الوليمة ولو بالشيء القليل قول النبي عليه الصلاة تسمى أولم ولو بشات هنا لو للتقليل لو للتقليل أولم ولو يعني بالشيء القليل ولو بالشيء القليل فذهب العلماء إلى أن أقل الوليمة هي ذبح شات وهذه ليست محل يعني اتفاق عند أهل العلم وإنما المقصود بأن الإنسان يولم والدليل على أن الأشياء ليست مقصودة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أولم على جميع نسائه باللحم وإنما كما في حديث أنس أولم فيه لما دخل على زينب أولم يعني باللحم وبالخبز وأكثر في هذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى شبع الصحابة حتى شبع الصحابة ولذلك الإنسان يولم بما جرت العادة الإيلان به أو الوليمة به الوليمة به يعني مثلا اللحم مثلا أو مثلا حتى لو كان فاكهة المهم أنه يولم لكن من العلماء من قال بأن أقل ما يولم به هو الشات والذي يظهر بأن هذا راجع إلى أحوال الزوج فإن كان الزوج يقدر على الوليمة باللحم والرز طيب أو مثلا يذبح الحاشي الإبل مثلا قدم طيب إذا لم يستطع ما في بأس دون ذلك ما في بأس دون ذلك مثل ما أولم النبي عليه الصلاة والسلام في زواجه بصفية الحيس وهو التمر والأقط مع السمن عموما هي نقول راجع لحال الزوج راجع لحال الزوج أهم شيء أن لا يكون تبذير ولا تقتير أن لا يكون تبذير ولا تقتير التبذير هو بأن يرمى هذا الطعام في المزابل أو في القمامة أو يبالغ الناس في هذا حتى أنه لا أحد يأكل أو يأكلون شيئا قليلا ثم بعد ذلك تكون نهاية وسلة المهملات أو التقتير التقتير بحيث أن الإنسان لا يقدم شيء يقدم مثلا ماء أو شاي أو شيء من هذا القبيل هذا ليس طعاما ليس طعاما سيأتي معنا كلام أهل العلم هل إجابة الدعوة لأجل الحضور أو لأجل الأكل قولا لأهل العلم من أهل العلم ذهب إلى أن إجابة دعوة العرس إنما هي للحضور والقول الثاني قالوا لا إنما هي للأكل فدل هذا على أن لأهل العلم كلام في هذه المسألة ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا قوله رحمة الله علي متفق عليه واللفظ لمسلم لا هو اللفظ للبخاري ومسلم وهذا من الأشياء التي أخذت على الحافظ رحمة الله عليه وغفر له ومع أنه شرح البخاري وهذه لفظة أيضا البخاري رحمه الله تعالى وغفر له الحديث هذا فيه أيضا مسألة وهي هل الوليمة تكون قبل الدخول أو بعد الدخول أو أثناء العقد مثلا فيها أقوان من أهل العلم من ذهب إلى أن الوليمة تكون بعد الدخول بعد ما يدخل بها واستدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال ماذا قال عبد الرحمن بن عفق قال إني تزوجت مرأة على وزن نواتم من ذهب يعني في الماضي فقال أولم ولو بشان فدل هذا على أن الوليمة تكون بعد الدخول من أهل العلم من ذهب إلى أن الوليمة تكون قبل الدخول قالوا بأنه يولم ثم يدخل عليه ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الوليمة تكون أثناء يعني ساعة العقد لما يعقد يولم ثم يدخل عليه عموما المسألة هذه واسعة وللعرف سلطان فيها فإذا كان الناس تعارفوا على أن الوليمة تكون بعد الدخول يولم بعد الدخول إذا كان العرف على أن الوليمة قبل الدخول يولم قبل الدخول هذا سبحان الله يختلف الآن باختلاف عادات الناس في من الناس من وليمته تكون قبل الدخول في ليلة الدخلة يولم ثم يدخل وفي من الناس من وليمته قبل الدخول يعني بعضهم بأسبوع بعضهم بأيام يولم ثم بعد ذلك يدخل ومن العادات من يعني هو على غير ذلك قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه ولمسلم إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرصا كان أو نحوه هذا فيما يتعلق بإجابة الدعوة في إجابة الدعوة طبعا من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا دعاه أن يجيبه أن يجيبه وهل هذا عام أم أنه خاص في وليمة العرص قولا من أهل العلم من ذهب إلى أنه عام في كل دعوة عام في كل دعوة ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه خاص في دعوة العرص فقط يعني الوجوه خاص في دعوة العرص وليس في كل دعوة وليس في كل دعوة لكن رواية مسلم قال عرصا كان أو نحوه فهذا يدلنا على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أنه عام في كل دعوة طبيعة الحال هي مسألة خلافية أما في مسألة العرص فالظاهر الوجوب بل حكي الإجماع على ذلك على أنه يجب على المسلم أن يجيب أخاه إذا دعاه دعوة عرص ولهم شروط في هذا وأما بقية الدعوات كدعوة العقيقة مثلا دعوة النجاح مثلا دعوة قدوم الغائب مثلا إذا قدم من سفر أو من غيبة قالوا لا يجب قالوا لا يجب ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوه عموما ما دمنا نحن في باب النكاح وفي وليمة العرص القول الراجح بأنه يجب إجابة يجب على المسلم أن يجيب أخاه إذا دعاه إلى الزواج لكن في هذا الشروط وقيود وضوابط أولا أن تكون الدعوة معينة ما معنى معينة أن يقصدك بالدعوة كأن يقول يا فلان بن فلان أدعوك إلى زواج مثلا أو يقول الأب العريس أدعوك يا فلان إلى زواج ابني مثلا يجب عليك أن تجيبه أما الدعوة العامة الدعوة العامة فهذه لا يجب عليك أن تجيب وإنما يستحب استحبابا مثل إيش الدعوة العامة كان يقوم رجل يقول يا أيها الناس عندنا زواج يوم كذا وكذا شرفونا مثلا بعض الناس الآن يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي مثلا يضع في مثلا في حسابه في تويتر يقول أنا زواج اليوم الفلان يشرفونا مثلا بعض الناس يضع في يعني وسائل التواصل هذه مثلا وأيضا الدعوة العامة من خلال البطاقات كروت الدعوة وهي تختلف فأحيانا إذا قصدك كتب اسمك وقالك يا فلان يقصدك أنت يجب عليك أن تجيب أما إذا كان لهي دعوة عامة جاء كرت من دون كتابة من دون أن يكتب على الظرف اسمك وإنما أتاك هكذا لأن بعض الناس يصعب عليه أن يوزع الكروت فيعطي واحد يقول وزع مثلا هذا لا يجب عليك هذا لا يجب عليك وهذا طبعا قد تحتف به قراءة تدل على الوجوب وعدم الوجوب فمن القراءة أن تكون قريب له فيقصدك مثلا حتى لو قام في المسجد مثلا ولا قام في مجلس قال يا جماعة زواجي ابني مثلا أو زواجي اليوم الفلاني شرفون فأنت المتعين يعني أنت إذا كنت ابن عمه ولا ابن خاله ولا قريب له جدا يتعين عليك الحضور يتعين عليك الحضور والمقصود بأن تكون الدعوة معينة أما إذا كان الدعوة عامة فلا تكون دعوة عامة لا يجب عليك وإنما يستحب استحبابا الأمر الآخر أظن ثلاثة ذكرناها هذا الثالث ما أدري قيدوا أنتم بارك الله فيكم ألا يكون فيها منكرا ألا يكون فيه الدعوة منكر فإذا كان فيه منكر مما جاءت النصوص بتحريمه فلا يجب عليك إجابة الدعوة لا يجب عليك إجابة الدعوة وأتكلم على مسألة مهمة جدا هنا يشكو منها كثير من الناس يقولون نحن يعني ندعى من قبل أرحامنا الخاصين أرحامنا الخاصين ونعلم يقينا بأن هذا العرس فيه منكر عظيم من المنكرات ونحن بين نارين مثل ما يعبرون يقولون إن ذهبنا فهو منكر وإن تركنا فسيترتب على ذلك قطيعة رحم جواب أهل العلم أنه لا يجوز الذهب لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى مكان فيه منكر كشرب خمر مثلا أو مثلا أشياء مما جاءت الشريعة بتحريمها لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان الفقيه إلى أن يتدخل في مثل هذه المسألة من باب من باب الموازنة بين المفاسد لأن من الناس من لا يهمه إذا أنت لم تحضر بل قد يستغل ذلك استغلال سيء في قطيعة الرحم في قطيعة الرحم فتترتب مفسد كبرى على هذه المفسد فأنا مما أوصي به كثير من الصالحين والصالحات أنهم يذهبون لأداء الحق الواجب في الفترة التي لا يكن فيها شيء من هذه المنكرات ثم يعتذرون ويخرجون فهم قد يعني حققوا مصلحة وأيضا درأوا عن أنفسهم المفسد وإذا وجد أثناء حضورهم شيء من هذه المفسد مفاسد فيكون هذا من باب دفع أخف المفسدتين يعني في ارتكاب أخف المفسدتين تفويتا لأعلاهم فمن الناس فيه من الناس من يقدر يقول والله شخص مثلا أنا أعرف بأنه ما يحب يكون في الأجواء هذه فيعذره فيقول والله أنا أتصل أتصل عليه مثلا وقال أنا سامحني مبارك وكذا يعذره فيه من الناس لا من يكون عنده قد يكون عنده حمق ويركب الجهل والعياذ بالله وربما يعني يرتكب فضاعات مع هذا الإنسان وحصل يعني موجود حالات فالذي أنصح به إذا يقدر الإنسان فإذا كان يعتقد بأن هذا الشخص القريب له يقدر موقفه ويعلم بأنه سيحرجه إذا دعاه خلاص لا يذهب وإنما يبارك له من خلال هذه الوسائل وسائل التواصل أما إذا كان يعتقد بأنه لا لا يقدر وأنه قد يعني تكون هناك مفسدة أكبر أكبر من هذا من من عدم الحضور مثلا أو من الحضور فهنا ممكن أن يؤدي الواجب ثم يستأذن إذا يعني جاء المنكر أو إذا كان المنكر يسلم ويؤدي الحق أو تؤدي المرأة الحق وتخرج والمقصود بأنه إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها قال العلماء على الوجوب إلا إذا وجد فيه منكر الأمر الآخر إذا كان هناك صعوبة في الحضور يعني كان يكون المدعو في مسافة بعيدة فلا يلزمه ولا يجب عليه لا يلزمه ولا يجب عليه وهنا نصيحة أيضا لأن بعض الناس قد يبالغ في دعوة الآخرين ربما يعني تسبب لهم بأضرار فمن الناس من يأتي من مسافات طويلة قد يحصل عليه حادث مروري أو حادث سير فينقلب الفرح إلى عزا ينقلب الفرح إلى عزا فما في داعي ما في داعي يعني الإنسان في بعض الناس الله مبارك يعني عنده لباقة وعنده حس فيخبر أقارب البعيدين في دولة أو في مدينة ثانية يقول ترى زواج ابننا يوم كذا وإحنا مقدرين ظروفكم ادعو لنا بس لا أحد يأتي ادعو لنا والله يا أخوانا أنا أعرف يعني ناس حصل يعني يتعطل الزواج مرتين سبب ذلك أنه يأتون أقارب لهم من مناطق بعيدة ويحصل عليهم حادث وفيات أيضا مرتين حتى أن الناس والعياذ بالله دخلهم شؤم في هذا الزواج وفي هذا البيت ما في دائي ولذلك للأسف الشيء بعض الناس يبالغ في مبالغة حتى أن ما يعذر ما يعذر طيب يبغي يسافر من دولة إلى دولة أو يأتي من مدينة بعيدة جدا يضرب مئات الكيلو مترات فعلى الناس أن يكون عندهم الحمد لله الأمر طيبة يعني لما يرسل تهنئة لما يرسل مباركة مثلا يكفي هذا يكفي هذا أما أنك تكلفه ما تدري ماذا يحصل له قد يسلم وقد لا يسلم فالناس يجب أن يعني يرتفع هذا الحس في صدورهم وفي قلوبهم وما في دعي إلى تكليفهم ما لا ما لا يطيقون قوله إذا دعا في لفظ مسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه قال العلمة أخاه يعني المسلم أخوه المسلم أما إذا دعاه غير المسلم فلا يجب عليه فلا يجب عليه وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه جار له فارسي في المدينة دعوة فقال له وهذه يشير إلى عائش يعني معي قال لا فما استجاب له النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعاه الثاني قال وهذه فقال لا فلم يستجب له النبي عليه الصلاة والسلام وقال في الثالثة جاءه في الثالثة أصر على أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذه قال نعم فذهب النبي عليه الصلاة والسلام معائشة إلى وليمته ذهب النسلم معائشة إلى وليمته ولذلك أخذ من هذا العلماء على أنه لا يجب دعوة غير المسلم إلا من باب التحبب والتودد مثلا لأجل أن يسلم وبعض العلماء قالوا بأن الفارسي هنا هو مسلم كان مسلما لكن جنسه فارسي والله تعالى أعلم به الصوار وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم هذا الحديث حديث عظيم فيه جملة أيضا من المسائل والفوائد والأحكام طبعا اللفظة الأخيرة في الحديث ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله هذا ممكن أن نضمه إلى ما سبق من أدلة القائلين بوجوب إجابة دعوة العرس قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله هذا يدلنا على أن إجابة الدعوة واجبة لأنها لو لم تكن واجبة لما رتب النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحكم هذا الحكم يدل على أنه كبير إذا خالف ومن لم يجب الدعوة إذا لم يلبي الدعوة فقد عصى الله ورسوله وذكرت لكم بالشروط السابق ذكرت لكم بالشروط السابق قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة شر الطعام إذن هناك طعام يصدق أو يصح أن يقال عنه شر وطعام يصح أن يقال عنه خير لكن هل المقصود ذات الطعام الجواب لا وإنما المقصود الدعوة الطعام هذه الدعوة يعني الدعوة عبر بالطعام وأراد بها الدعوة لأنه مجتملة على الطعام عبر بالطعام وأراد بها الدعوة لأن الطعام هو المقصود الطعام هو المقصود ولذلك لما يدعو المتزوج يولم لا يدعوهم إلى فقط أن يجتمعوا هكذا وينظرون إليه لا 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 المقصود يدعوهم ليأكلوا ولذلك الطعام بذات ليس شر وإنما الشر في الدعوة في الوليمة في هذه الوليمة التي دعا إليه هذا الجمع شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها من الفقراء والمساكين والسوقة والبسطاء ويدعى إليها من يأباها من الأغنية والموسرين والوجهة في الغالب أنهم لا يستجيبوا لماذا؟ لأنهم مشغولين في الدنيا مشغولين في الأموال ومشغولين في التجارات ومشغولين في الأمور الاجتماعية مع الآخرين فيشغلهم ولذلك تجد بعض الناس الآن من الوجهة ومن كذا إذا لبت دعوة يجي يسلم ويمشي ليش؟ لأنه مشغول وبعضهم لا يأتي ولذلك غالب الناس في دعوة العرس يدعون من؟ يدعون الوجهة والأغنية وأصحاب الجاه والمناصب حتى أنهم يعني يفتخرون بهم يقول يعني جانا فلان وأتانا فلان هذا طبيعة البشر يعني هذا ليس محرما لا وإنما المقصود أن الناس لما يعني لا يدعون متوسط الحال أو من هو دون ذلك وهؤلاء هم الذين يرغبون في الحضور ويدعون هؤلاء الذين لا يلبون هنا يصبح الوليمة شر تصبح هذه الدعوة شر والعياذ بالله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها وفي الغالب أن البسطة والمساكين والفقرة والأحوالهم بسيطة يفرحون بالولائم لماذا؟ أنهم سيأكلون اللحم ويأكلون الفاكهة يفرحون بها أما أرباب الأموال والأغنية والموسرين والوجهة ما يهمهم الأكل بالعكس بعضهم لا يريد الأكل لأنه متخم وهو يحافظ على صحته فما يريد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذه القضية وجميل أن الإنسان إذا دعا يدعو الجميع يدعو لا يفرق ولا يمنع أحد إذا حضر الوليمة لا يمنع أحد إذا حضر الوليمة وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفترا فليطعم أخرجه مسلم أيضا وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك وإن شاء ترك إذا دعي أحدكم فليجب وهذا دليل صريح على وجوب إجابة الدعوة وجوب إجابة الدعوة أي دعوة قلت لكم بأن من أهل العلم ذهب إلى أنها خاصة بوليمة العرس ومن أهل العلم قال عامة وليمة عرس عقيقة نجاح وليمة أو دعوة إنسان أطال الغيبة ثم يصنع بعض الناس والله عندها ولد يدرس في الخارج فإذا جاء صنع له دعوة بعض الناس العقيقة يصنع دعوة لها أو بعض الناس نجاح مثلا هذا موجود الآن إذا دعي أحدكم فليجب قصرها من ذهب إلى الوجوب بدعوة العرس قالوا دعوة العرس حاصة قال فإن كان صائما فليصلي كان صائما فليصلي ما معنى فليصلي يعني فليدعو ومن ذهب إلى أنه يشتغل بالصلاة يحضر ويشتغل بالصلاة فقد أخطأ أخطأ وإنما المقصود فيها الدعاء دعاء لذلك الله عز وجل قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني أدعو لهم أدعو لهم والصلاة في اللغة معنى الدعاء هذا في الأصل ثم انتقلت من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية إذا أطلقت فيراد بها الصلاة الشرعية لكن هذا ما يمنع أن يرجع إلى معناها اللغوي على حسب السياق مثل هذا الحديث مثل هذا الحديث بارك الله فيكم وإن كان مفترا فليطعم أخرجه مسلم أيضا وله من حديث جابر قال فإن شاء طعيم وإن شاء ترك هذه المسألة فيها أيضا مجموعة من المسائل والأحكام والفواد أولا بالنسبة لإجابة دعوة العرس واجبة في القول الراجح من أقوال أهل العلم الشروط المذكورة والضوابط المتقدمة التي أشرت إليها وهذا الحديث دليل إذا دعي أحدكم فليجب المسألة الثانية أن من كان صائما ينظر فإن كان صائما صوما واجبا فلا يجوز له الفطر وما هو الصوم الواجب قضاء رمضان مثلا أو صوم النذر أو صوم الكفارة فإن هذه من الصيام الواجب من الصوم الواجب فلا يجوز له أن يفطر وعليه أن يخبر صاحب الدعوة بأنه صائم صوما واجبا لأنه لا يجوز للإنسان أن يفطر في الصوم الواجب لا في رمضان ولا في قضاء رمضان ولا في النذر ولا في الكفارة أما صوم النفل فالراجح من قول أهل العلم أنه له أن يفطر وهذه الأحادث التي بين أيدينا دليل على ذلك دليل على ذلك فيجوز الفطر بعد الشروع في صوم النفل سواء كان مقيدا أو مطلقا في الراجح أيضا لأنه من أهل العلم ذهب إلى أنه إذا صام النفل المقيد قالوا لا يفطر فيه والراجح بأن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر المسألة الأخرى أن الإنسان إذا أحب أن يفطر حينما إذا دعي إذا دعي وكان صائما صوم النفل فالأفضل له أن يفطر الأفضل له أن يفطر ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعيا فذهب ومعه أصحابه فتأخر رجل يعني لما اجتمعوا على الإناء تأخر رجل فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني صائم فقال تكلف لك أخوك تكلف لك يعني بهذا الطعام تكلف لنا جميعا فأفطر وصم يوما مكانه إن شئت الله أكبر هذا من باب تطيب النفس من باب تطيب النفس وتطيب الخاطر فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الأفضل قال أفطر مع أنه صرح بأنه صائم قال أفطر وصم يوما مكانه فقد تكلف لك أخوك ولأجل هذا ذهب بعض العلماء إلى أن الصائم يقدر فإذا كان صاحب الوليمة أو صاحب الدعوة يقدر هذا الأمر ويعذره لا يفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيره كما جاء في فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم قال فإن شاء طعمه وإن شاء ترك خيره فإذا كان صاحب الوليمة يقدر هذا الشيء ويحترم مثلا مثل هذا الأمر ولا يصير في نفسه شيء الأفضل يعني يتم صومه وإن كان لا يعني يقول أنه تكلفت لكم وأعدت لكم مائدة أو شيء تقول لصائم فالأفضل أنه يفطر الأفضل أنه يفطر فإذا كان من النوع الأول فليصلي يعني يدعو له يقول له يعني الله مبارك لهم أو أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار صلت عليكم الملائكة صلت عليكم الملائكة وقد يتأكد الفطر إذا كان المدعو واحدا فإذا دعاك أخوك على غداء أو إفطار مثلا وأنت لوحدك مثلا ثم جئت وقلت له والله أنا صائم ها؟ هو متكلف يتأكد في حقك الفطر فإن بالمجزوم المحقق أنه سيحصل في نفس الشيء كيف أنا دعوتك وتقول لي والله أنا صائم على إفطار ولا على غدا والجاي صبله قهوة ولا شاي قال والله سامحني أنا صائم طيب أنا دعوتك وفرض تخبرني تقول طرح أنا غدا صائم مثلا مدام أن لذاك يتأكد في مثل هذا أنه يفطر و مثل ما ذكرت لكن إذا كان صوما واجبا لا إذا كان صوما واجبا فلا يفطر قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة وواه الترمذي واستقربه ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن أنس عند ابن ماجة عند ابن ماجة طبعا الحديث ضعيف وتلاحظون بأن الحافظ رحمة الله عليه يحاول أن يحسن الحديث يحاول أن يحسن الحديث لكن الحديث ضعيف وضعفه لا ينجبر ولا يرتقي إلى الاحتجاج ومع ضعفه إلا أن الفقهاء استشهدوا بهذا الحديث وأيضا رتبوا عليه أحكام والبخاري رحمة الله عليه له كلام في هذا المعنى له كلام في هذا المعنى من حيث عدد أيام الدعوة دعوة الوليم قال طعام أول يوم حق يعني واجب الإجابة إليه حق يعني واجب وطعام يوم الثاني سنة فإذا دعاك اليوم الثاني فالاستجابة سنة إذا لم تستجب لا حرج عليك وطعام يوم الثالث سمعة يعني رياء والعياذ بالله ورياء يعني لا تحضر لا تحضر طبعا هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لكن من أهل العلم من وجه مثل هذه الأحاديث وإن كان الضعيف لكن مع بقية الأحاديث فيما يتعلق بتكرار أيام الدعوة قالوا إن كان تكرار أيام الدعوة لمجرد الفخر والخيلة فهذا حرام ولا يجوز يكفي اليوم الواحد أما إذا كان تكرار أيام الدعوة لغرض إطعام أكبر قدر ممكن لكون منزله ضيق أو مجلسه لا يتسع للعدد فدعا مجموعة ثم وعد الأخرى بدعوة يجوز بل إلى سبعة أيام كما جاء في البخاري أن سيرين والد محمد بن سيرين أولم سبعة أيام فالعلماء حملوا ذلك على أن الحاجة داعية إليه يعني مثل بعض الناس الآن يولم مثلا ويدعو خاصة أهله ثم يدعو دعوة عامة يعني خاصة أهل وجران ثم يدعو دعوة عامة للأصدقاء وكذا اليوم الثاني فهذا ما في حرج ولله الحمد والمن هو داخل ضمن ضمن العادات ضمن العادات لا حرج أن تكرر بشرط أن لا يكون فخر ولا خيلة ولا يحصل فيه تبذير ولا إسراف لا يحصل فيه تبذير ولا إسراف طبعا للأسف الشديد الناس توسعوا في مثل هذا بسبب الغناء بسبب الحمد لله الرزق الذي فتحه الله عز وجل على الناس حصل مبالغة يعني بعض الناس الآن عند الخطبة يولم وعند كتب الكتاب يولم وعند الدخول يولم وبعد الدخول ثلاث أيام يولم أعتقد بأن هذا يعني غير صحيح ما دام أنه ليس هناك حاجة ولا ضرورة فيكفي وليمة العرس لكن إن قال والله بعض الجماعة بعض الأقارب يعني نعزمهم في اليوم الأول والأصدقاء والجيران والمعارف الآخرين مثلا اليوم الثاني ما في بأس ولله الحمد بالشروط اللي ذكرتها قبل قليل وعن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري أخرجه البخاري عن صفية بنت شيبة طبعا صفية هي ليست صحابية وإنما تابعية رضي الله تعالى عنها وأرضاه وهذا نسميه ماذا نسميه مرسل حديث حديث مرسل حديث مرسل ولذلك صفية بنت شيبة تابعية لم يثبت لها صحبة كما جزم بذلك غير واحد من أهل العلم ومثل مرسيل كبار التابعين مقبولة ويحتجوا بها ولله الحمد والمن ولذلك ذكرها البخاري رحمة الله عليه في الصحيح ذكرها البخاري في الصحيح وهناك من وصل هذا الحديث هناك من وصل هذا الحديث قالت أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة وسم كان ينوع في الوليمة فمن نسائه من أولم عليها بلحم وخبز ومن نسائه من أولم عليها بحيس والتمر مع الأقط مع السمن ومن نسائه من أولم عليها بالشعير أولم لها بالشعير وهكذا والمقصود التنوع المقصود التنوع يعني بمعنى أنه لا يلزم أن يكون شات وإنما النبي عليه الصلاة حينما ذكر في حديث عبد الرحمن بن عوف قال ولو بشات قالوا التقليل ويجوز ما هو دون ذلك وكأن النبي السلام علم من عبد الرحمن بن عوف قدرته على شات فأكثر لأنه أصبح غنيا رضي الله عنه وارضاه ولذلك ليس عندنا نوع معين من الولائم أو صنف معين بل بعض العلماء يكره التنويع الأكل على المائدة الواحدة وهذا منصوص كثير من الحنابلة على أن يكره أن ينوع أكثر يعني على المائدة أكثر من نوع يضع أكثر من نوع وإنما يكفي نوع ونوعين فقط عموما هذا يدلنا على أن الوليمة تكون من أي شيء بمقدور الإنسان تحصيله وعن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري واللفظ للبخاري طبعا مرمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس السابق أعتق صفية وجعل عتقها صداقة مرمعنا بينا بأن المهر يجوز أن يكون منفعة هنا الآن في مسألة الوليمة يقول أنس أقام النبي بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال طيب هل هذه الإقامة لأجل زواجه بصفية أم أنه كما جرت عادته النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصر على قوم بقي في عرصتهم ثلاثة أيام يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا لكن الاحتمال الأول أظهر لأن أنس يقول يبنى عليه بصفية النبي عليه الصلاة إكراما لصفية بن تحوي بن أخطب رضي الله عنها بقي ثلاثة أيام يبنى عليه بصفية والمعنى يبنى عليه يعني في كل يوم يولم عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى وليمته وأرجعكم إلى ما سبق من ذكر بأنه يجوز تكرار الوليمة أكثر من يوم إذا دعت الحاج تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه العدد الكبير من الصحابة في خيبر ولذلك بعد معركة خيبر وانتصار النبي على يهود خيبر فتح الله عليه الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك بدأت حياة الصحابة أو أغلب الصحابة تتغير بعد خيبر تتغير بعد خيبر فجلس النبي ثلاث أيام يولم عليه فدعوت المسلمين الذين شاركوا في معركة خيبر قال فما كان فيها من خبز ولا لحم ما كان في الوليمة خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع النطع هو الجلد مثل السفر الآن السفر الآن من بلاستيك أو نايل أو خوص مثلا قال فبسطت طبعا الأنطاع من الجلد هي من الجلد تفرش سفر للطعام فألقي عليها التمر والأقط والسمن هذا نوع من أنواع الوليمة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام واللحم لم يذكر إلا في زواجه من زينب رضي الله يعني أتى باللحم قالوا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعياني فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف سنده ضعيف نعم هذا الحديث ضعيف لا يصحي لكن العلماء أيضا خاصة الفقه تكلموا على هذا الحديث وبينوا بأن الشخص إذا دعي من أكثر من جهة من جهة فماذا يجيب طبعا أولا إذا دعي الإنسان من شخصين مثلا فالخطوة الأولى ما هي الجمع بينهم بأن يأتي هذا ويأتي هذا وهل هذا يمكن؟ نعم يمكن يمكن الآن بعض الناس مثلا الزواج حفلة الزواج تبدأ بعد صلاة العصر وتنتهي بصلاة العيش فممكن أن يذهب إلى صاحب الدعوة الأولى بعد صلاة العصر ويطعم عندهم شيئا يسيرا ثم يذهب إلى الدعوة الثانية بعد صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب ممكن؟ ممكن طيب إذا لم يمكن وهل هذا يتصور؟ نعم قد يكون هذا في جهة بعيدة وهذا في طرف آخر مثلا أو أن تكون الدعوة في وقت واحد قال والله الدعوة بعد صلاة المغرب إلى العشاء فقط أو من بعد صلاة العصر إلى المغرب فقط فهنا العلم اختلفوا فمنهم من قال يقدم أقربهم رحما له يعني قرابة ومنهم من ذهب إلى أنه يقدم أقربهم أولهم دعوة أولهم دعوة ومنهم من قدم أقربهم بابا لم يقل جدارا قال بابا كما في هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن العلماء رتبوا هذا قالوا أقربهم بابا منك يعني عندك جارين مثلا في جار قريب بابا قريب منك يعني أفترض الآن عندك جار على يمينك وجار على يسارك الجار اللي على يمينك بابا قريب من بابك يعني من جهة بابك والجار الثاني بابا لا بعيد قال تقدم أقربهم بابا ومن أهل العلم ذهب إلى أنه يقرع بينهما والقرعة معروفة طبعا وفيها أحاديث سبق أننا شرحناها في في التعليق على منظومة القواعد ذكرنا تقريبا أربع إلى ست نصوص تقريبا آيتان من القرآن وأربع أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام استعمال القرعة استعمال القرعة هذا الحديث عموما ضعيف لكن الدعوة إذا دعي الإنسان من جهتين يعني في الغالب أن الناس يقدمون أولهما إذا لم يستطيع الجمع وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أكل متكئا رواه البخاري لاحظتم بأن المصنف رحمة الله عليه بدأ يورد الحاديث في آداب الأكل وفي آداب الشرب مع أنه موضوع الوليم ولا شك بأن هذه طريقة العلماء والفقه في أن يذكرون الأشياء التي يكون لها مناسبة يعني مناسبة وإن كان طبعا مناسبة مثل هذه قد تكون في باب الأطعمة فإذا كان للحكم مناسبتان فربما يقدمون يعني المناسبة الأولى وإن كان الحديث عنها في المناسبة الثانية أقوى مثل باب الأطعمة باب الأشربة لكن ناسبة هنا لماذا؟ لأنه يدخل في آداب الأكل وفي آداب الشر في قاعدة تحفظونها أي أمر أو نهي متعلق بباب الآداب فيحمل على الاستحباب والكراها فإذا كان أمرا يحمل على الاستحباب وإذا كان نهيا يحمل على الكراها هذه القاعدة التي يذكرها العلماء لكن على التحقيق نقول نعم يحمل على الاستحباب ويحمل على الكراها طبعا على الاستحباب كان أمرا على الكراه كان نهيا إلا أن تكون هنا قرينة تدل على الوجوب أو قرينة تدل على ماذا؟ على التحريم فمثلا في حديث مثلا ومن لم يجب فقد عصى الله ورسول هذه قرينة على وجوب إجابة الدعوة على وجوب إجابة ما أنه في باب إيش؟ باب الآداب وباب الأمور الاجتماعية لكن نقول بالوجوب أيضا إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فالأصل أنه القاعدة ما دام أنه في باب الآداب يكون ماذا؟ على الكراه فإذا وجدت قرينة فإنه يكون على التحريم يكون على التحريم يعني ممكن نضرب مثال بالأكل بالشمال نهى النفس الم أن يأكل للرجل بشماله أو نشرب بشماله إذا خرجناها على القاعدة يكون حكمها ماذا؟ سؤال لكم ماذا الحكم؟ الكراهة لكن ممكن أن نقول تحريم بوجود قرينة حديث آخر وهو أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله أظن سيأتي معنا إن شاء الله والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتشبه بالشيطان والتشبه هنا محرم ولذلك نقول محرم لوجود ما يدل على أنه على الكراهة التحريمية على الكراهة التحريمية أيضا رجل الذي كان يأكل ويشرب بشماله فقال له أن السلام كل بيمين قال لا أستطيع قال لا استطعت فشلت يده طبعا من أهل العلم أن يقول بأن شلت يده لا لكونه يشرب ويأكل بشماله وإنما لكبره ورده أمر النبي عليه الصلاة والتكبر ورد أمر النبي سلم قال لا أستطيع يعني قال هذا كبرا عموما هذه المسألة يعني يمكن نبحثها في الكتاب الجامع يعني عقد المصن في آخر الكتاب هذا بشكل أوسع طيب ما هو الاتكاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئاً هذه حقيقة محل خلاف بين العلم لفظة الاتكاء القول الأول قاله التربع تربع المعروف الذي يضع اليتيه على الأرض ويدخل رجليه تربع المعروف وهذا حقيقة مردود هذا لا يسمى اتكاء هذا لا يسمى اتكاء القول الثاني قالوا الاتكاء هو أن يميل بأحد شقه معتمداً عليه يعني يميل إلى اليسار أو إلى اليمين وينبطح قالوا هذا هذا الاتكاء وقيل بأنه يعتمد على يده اليسرى على الأرض يعني يلقي بيده بجواره اليسرى على الأرض قالوا هذا أيضاً نوع من أنواع الاتكاء وفيه قول رابع بأن الاتكاء هو أن يعتمد في جلوسه على الأكل على أي صفة يتمكن فيها بشكل كامل وهؤلاء ذهبوا إلى أن المقصود من منع الاتكاء حتى لا يأكل كثيراً فقالوا بهذا المعنى بهذا المعنى إذن كم تحصل عندنا الآن من الأنواع التي ذكرها العلماء التربع أن يميل بأحد شقه سواء الأيمن أو الأيسر وينبطح أن يتكع على يده اليسرى وهذا ورد فيها نهي أن نسلم نهى الرجل أن يتكع وهذا الذي يظهر أنه المتوجه وأيضاً ذكرنا بأنه أن يكون على هيئة معينة هيئة معينة يتمكن فيها من الأكل فأي شخص يعني جلس جلسة يتمكن فيها بشكل واضح ليأكل قالوا بأن هذا يكون متكئاً عموماً ليس حقيقة في معنى الاتكاء إجماع وإنما خلاف بين العلماء طويل وعريض لكن الذي يظهر أن الاتكاء الممنوع الذي نهى عنه نسلم أن يضع يده اليسرى خلف ظهره أو إلى جنبه ويأكل وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام أمه أم أم سلمة رضي الله عنه أمه أم سلمة رضي الله تزوجها النفسة هي أم المؤمنين أم المؤمنين قال يا غلام الغلام هو الذي لم يبلغ بعد سمي الله يعني قل بسم الله بسم الله ومن أهل العلم ذهب إلى الوجوب والقاعدة عندنا كما ذكرناها بأن ماذا؟ السنية والاستحباب هذا الذي ذكرنا قبل قليل من القاعدة السنية والاستحباب قال قل بسم الله وهل يأتي بالرحمن الرحيم ذهب أبو العباس وغيره أنه يستحب ذلك قالوا على خلاف النحر والذبح فإنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا قالوا وإنما يقول بسم الله لأن الحال لا يناسب أن يأتي بالرحمن الرحيم والذي يظهر حتى الأكل أنه يكتفي بقول بسم الله بسم الله وإذا نسيها نسي بسم الله يذكرها ولم يذكرها إلا في أثناء الطعام أو في آخره قال بسم الله على أوله وآخره أو بسم الله أوله وآخره أي أن أول الطعام وآخر الطعام قال سمي الله إذن يسمي في أول الطعام يسمي في أول الطعام ولذلك التسمية فيها بركة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام على مائدة فجاء عرابي فأكل ما في الصحفة بلقمتين والنبي صلى الله عليه الصلاة والصحابة ينظرون فقال لو سمى الله لك فاكم سبحان الله قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جارية بنت صغيرة تركض لتضع يدها في الإناء فأمسك النبي سلم بيدها وقال رأيت الشيطان يريد أن يدخل يدها في الإناء لأنها ما سمت ولذلك يعني التسمية من آداب الطعام وفيها بركة قال وكل بيمينك نهاه عن الأكل بالشمال قال وكل بيمينك وكل مما يليك يعني من الذي أمامك طبعا أصل الحديث أن عمر بن أبي سلم قال طاشت يديه في الصحفة أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام فطاشت يده في الصحفة يأكل من هنا فقال نفسه يا غلام سمي الله يعني قل بسم الله وكل بيمينك يعني لا تأكل بشمالك وكل مما يليك من أمامك يقول عمر فما زالت تلك أكلتي سمي الله لأن في التسمية بركة وكل بيمينك لأن الشيطان يأكل بشماله والمسلم يأكل بيمينه وكل مما يليك هذا أدب عظيم هذا أدب عظيم ما دام أن الشخص يشترك في الإناء من الأدب أنه يأكل مما يلي ولا يأكل مما يلي الذي بجواره أو يأكل من وسط الإناء كما سيأتي بإذن الله تعالى وهذا أدب عظيم أما إذا كان يأكل لوحده أو يأكل بإناء له خاصة مع مجموعة مثل ما يحصل يعني بعض الهيان يأخذ يجوز له أن يأكل من أطراف الإناء يجوز أن يأكل من أطراف إنائه هو خاصة إنائه هو خاصة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقصعة من ثريد يعني إناء فيه ثريد ثريد معروف فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح وهذا أدب أيضا عظيم أنك تأكل من جوانبها كل واحد يأكل من أمامه من جوانب ولا يباشر الأكل من من وسطها لأن البركة تنزل في وسطها البركة تنزل في وسطها وهذا أدب عظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه وتركه متفق عليه الله أكبر هذا أدب عظيم أيضا من النبي عليه الصلاة ما عاب يعني ما تنقص ما تنقص طعاما قط أي طعام يقدم إليه ما كان ينتقصه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعيبه إن أعجبه اشتهى أكله وإن لم يعجبه وكرهه تركه وتذكرون قصة أكل الضب لما وضع على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام ما مد يده ما قال إيش هذا ما قال بعدوا عني ما قال أبدا فلما رأوه الصحابة كف يده كفوا أيديهم فقال خالد حرام هو يا رسول قال لا لكن لا أجده في أرض قومي فاجتره خالد وأكل أكل الرب وهذا دلالة على حلوة باحة الضب لكننا سلم ما قال إيش هذا ولا تنقصه ولا عابه ولا أتى بكلمة تنفر عن مثل هذا الكلام هذا أدب عظيم لذلك يجب على الإنسان أن يتأدب للأسعب الشديد يوجد من الناس من يعني إذا كره طعام مثلا بشعه وقبحه وقبح من صنعه وربما قال بعض الكلام الذي ينفر الآخرين عن أكله عن أكله وهذا كبر والعياذ بالله ولذلك الأدب العظيم هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط إن اشتهى أكله إذا ما كان يشتهيه عليه الصلاة والسلام يتركه هكذا ويسكت ويأذن به صلى الله عليه وآله وسلم وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تأكلوا بالشمال يعني بيدكم الشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم وطبعا ذكرت لكم القاعدة بأنه في باب الآداب للكراهة لكن إن جاء ما يدل إن جاءت قرينة تدل على التحريم فيقال به ولذلك هنا نحن نهينا عن التشبه بالشيطان النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم ومسلم مطالب بأن يخالف الشيطان ولذلك الذي يظهر عدم جواز الأكل بالشمال إلا لحاجة أو ضرورة كأن يكون الرجل مقطوع اليد اليمنى أو يده اليمنى فيها جبيرة أو اليد اليمنى فيها مثلا مشلولة أو شيء من هذا القبيل المهم أن يكون هناك مانع أما إذا لم يكن هناك مانع فيأكل بيمينه يأكل بيمينه وللأسف الشديد يوجد من الناس الآن يعني من يقلد مثلا يأكل بالشوكة والملاقة يجوز الأكل بالشوكة والملاقة لكن لماذا تضع الشوكة في اليسار الشوكة قلنا الشوكة والسكين لماذا تضع الشوكة في اليسار والسكين في اليمين لا ضع الشوكة باليمين والسكين باليسار تقطع وتأكل يعني تقليد الآخرين في كل شيء هذه مشكلة بل يوجد من غير المسلمين وأنا رأيت بنفسي الشوكة باليمين والسكين باليسار يأكلوا بيمينه وهم من الأمم المادية المتقدمة يعني إذا كان الإنسان يريد أن يقلد مثلا الناس هم من الشعوب المتقدمة يأكل بيمين لكن نحن نعتز بما كان يرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنا أحب أن يخلص الباب كامل لأن الوقت أدركنا بل زدنا شوي قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء متفق عليه ولأبي داودة عن ابن عباس نحوه وزاد أو ينفخ فيه صححة الترمذي هذا آخر حديث من الأحاديث في باب الوليمة إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ما معنى فلا يتنفس في الإناء؟ يعني أن بعض الناس إذا شرب يشرب بمص وباستمرار استمرار حتى إذا أراد أن يتنفس تنفس وهو في الإناء وهذا شيء قبيح نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام طيب ما هي السنة؟ السنة إذا أردت أن تشرب أن تشرب ثلاثاً ولا تعب الماء عباً وإنما تتنفس ثلاثاً يعني تأخذ الإناء تشرب القدر اليسير ثم تميط الإناء عنك تتنفس خارج الإناء ثم تشرب المرة الثانية القدر اليسير ثم تميط الإناء عنك تتنفس خارج الإناء ثم تشرب ثالثة فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهنأ وأمرأ وأبرأ أما الشرب هكذا فهذه طريقة جنس من المهائم يكرعون كرعا في الماء يكرعون كرعا في الماء ولذلك الإنسان يتنفس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس في الإناء ثلاثا يتنفس في الإناء يعني في شربه للماء بحيث أنه يشرب ويتنفس خارج الإناء هذا هو المعنى هذا هو المعنى اللفظ الآخر قال أو ينفخ فيه أو ينفخ فيه فإن النفخ في الإناء فيه مفاسد أولا أضرار صحية الأمر الثاني أنه قد يخرج منه شيء يقذر الإناء سواء كان طعاما أو شرابا الأمر الثالث أن هذا فيه تنفير للآخرين فلك أن تتخيل لو أن إناء يشرب منه الناس فجاء الشخص ونفخ فيه أو مثلا شوربا يشرب منها الجميع فنفخ فيها هذا يقذر قد يكون مرض فيه يسقط في الإناء قد يخرج من فمه أو من أنفه شيء هذا يعني يقذر الطعام حتى بالنسبة له وأيضا ليس من الآداب ولذلك الناس ينفرون من مثل هذا التصرف ينفرون ويأبون مثل هذا الأمر لكن من أهل العلم من استثنى صور إذا كان الشخص إناءه لوحده يعني يشرب منه فقط هو واحتاج واضطر إلى يعني التبريد مثلا النفخ لأجل التبريد النفخ لأجل التبريد رخصوا فيها بمعنى شخص قدم له فنجال قهوة وحار مستعجله فيريد أن يبرده لا بأس لو نفخ فيه حتى يبرد ثم يشربه يعني يمشي إلى حاجة أو بيالة شاي كاسة شاي يعني مثلا لوحده لا بأس قالوا إذا احتاج إذا احتاج أو مثلا أعطي إناء فيه شوربة له في الغالب الشوربة تكون حارة وهو محتاج أن يبردها فلا بأس لو نفخ لوحده هذا استثناء العلماء استثناء العلماء ولذلك هذا أدب عظيم من الآداب التي ينبغي أن يهتم بها الناس وأن يتقيدوا بها والأصل أنه لا يفعل هذا إلا إذا احتاج إلا إذا احتاج الحمد لله على التمام انتهينا من باب الوليمة ندخل إن شاء الله في المجلس القادم في باب القسم وأيضا في باب الخلع ثم باب الطلاق وما يتبعه أيضا من الأحكام أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر